بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشرح الأصل الثاني أو السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك ما دينك؟ قد يسألك سائل وأنت تمشي في الشارع يقول ما دينك؟ تقول الإسلام ديني يقول لك طيب ما هو الإسلام؟ أنت مسلم؟ بين لي الإسلام الإسلام هو الإستسلام أن تسلم أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة يعني مسلم لا يشرك مسلم لا عبود غير الله مسلم يسرف الله سبحانه وتعالى بأوصف الكمال إذن الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة يعني الآن بعض الناس قد يسألك يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعت أنت مسلم لابود تسلم الله سبحانه وتعالى هو الملك أنت عبد تقول آمن تصدق تسلم سمعن وطاعة سمعن وطاعة والانقياد له بالطاعة المسلم لا بد أن يطيع الله ولا يعصي إذا أذن المؤذن للصلاة لا بد أن تصلي لا تقول أنا حور لا مسلم لا بد أن تطيع الله ولا تعصي والمسلم قلنا لابد أن يتميز عن الكفار عن اليهود والنصارى والمجووس وغيرهم نعم إذن هذا هو الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ولا بد أن المسلم يتميز عن الكفار بالقول والاعتقاد والعمل والاشتراك بالسلم يتميز عن الكفار إذا كنت تتعلم على سبيل، 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 سبيل